موسيقى مع بداية نهاية سن الصغار في هذا اليوم ونسير مباشرة الى المركز الاول الى صرخة احمد بن محمد بن بطر اللي من يحتل المركز الاول بينما المركز الثاني المركز الثاني وصلت همس ناصر بن خليفة بن سلطان المنصوري بينما المركز الثالث المركز الثالث ايوه الحبل الكريم من الجانب الاخر في هذه اللحظة شرف حمد بن راشد بن شاوي الاغفلي بينما المركز الرابع شعار بن بطعان يأتي مع الدكتور محمد بن سلطان بن قران المنصوري لكن المركز الخامس هنا البترة تحتل لياسر بن حمد بن عامر العمري يتواجد للمساكذة كانت النتيجة مشاهدين الى عزاف انطلاقات هذا الشوط ها هي الخمس المراكز الأولى المنطلقة حتى هذه اللحظة بناموسي هذا الشوط اعودي للبداية اعودي للمسار ولكن اشوف المسار نحو بن شاوي الاغفلي هناك يتقدم مع وجود شرف حمد بن راشد بن شاوي الاغفلي لا زال على المركز الأول ولكن ارى المركز الثاني همس 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 لناصر بن خليفة بن سلطان المنصوري يحتل المركز الثاني يحتل ثاني المراكز ارى المركز الثالث من الجانب الآخر تسلل من الجانب الآخر هناك الله نورسين ياتي واحتل المركز الثاني مع حمود بن علي بن حمد المحاربي ولكن اشوف المركز الثالث المركز الثالث وصلت صرخ احمد بن محمد بن بطر في المركز الثالث المركز الرابع هناك سلطان ياتي في المركز الرابع مشاهدين الكرام من خلال هذا التحدي محمد بن سلطان بن قران يقدم الدكتورة يقدم الدكتورة وصلت الاسماء وصلت الاسماء ولكن اختلط الحابل في النابل الكل يريد الانجاز الكل يريد التحدي ولكن الختام هالي الغربية بدوا من خلال الانطلاقة الأولى بدوا مع ضربة البداية هل النهاية هنا تأتي مع هالي الغربية ختامها مسكداً بينما المركز الثاني وصلت البترة لياسر بن حمد بن عامر العمري يحتل المركز الثاني المركز الثالث تشوف هناك تقدم في هذه اللحظات من خلال تواجد رسالة سيف بن نايع بن سالم الاغفولي يحتل المركز الثاني ولكن الدكتورة مسيطرة الدكتورة محمد بن سلطان بن قران المنصوري البداية كانت غربية والختام غربي تانينا والناموس لالغياثي على هذا الانتصار المركز الثاني من خلال اللحظات رسالة سيف بن نايع بن سالم الاغفولي يحتل المركز الثاني وشاهدينه الأعزاء والمركز الثالث المركز الثالث وصلت الطيارة خادم بن أحمد بن مطر الرميثي يتواجد على المركز الثالث المركز الرابع المركز الرابع سلطان بن حمد بن عمير يقدم لنا مشغلة بينما المركز الخامس سي والحب الكريم نترك الأخوة أعضاء لجنة خط النهاية هكذا كانت البداية والنهاية لمجريات وناموس هذا اليوم في السباقات وفي التحديات نسير مباشرة مع حضراتكم مشاهدين الكرام إلى لحظات التواصل وإلى التوقيت الزمن الذي صاحب انطلاقة الدكتورة في ختام هذا اليوم هنا اللحظات الأخيرة محمد بن سلطان بن قران المنصوري ثلاث دقائق ثانيتين خمسة أجزاء من الثانية هي من حقت هذا الانتصار في شوط الختام بينما مشاهدين الكرام المركز الثاني كانت البترة لياسر أو كانت رسالة سيف بن نايع بن صالم الغفلي ثلاث دقائق ثانيتين وارباطعشر جزء من الثانية المركز الثالث كانت الطيارة خاد بن أحمد بن مطر الرميثي لتحلق في ثالث المراكز ثلاث دقائق ثانيتين وعشرين جزءا من الثانية هكذا كانت النتيجة والحول الكريم مشاهدين الأعزاء مصحوبة بالتوقيت الزمن للثلاثة المراكز ترجمة نانسي قنقر